أهلا بكم البداية من المغرب حيث أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرة خاصة أكدت خلالها أن موجة حرارة مرتفعة ستشهدها عدد من مناطق المغرب وذلك ابتداء من يوم غد السبت وتستمر إلى غاية الاثنين وأوضحت في ذات النشرة أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 34 و 45 درجة في مختلف إنحاء المملكة وللمزيد نتابع توضيحات لحسين يعابد رئيس ما استخدت التواصل بالمدرية مدرية الأرصاد الجوية أدل بها لإذاعة البحر الأبيض المتوسط من ديان بالنسبة لتوقعات المنتظرة بحول الله فخلال نهاية هذه الأسبوع بحول الله والنتجة للصعود كثة الهوائية حرارة وجفع قادمة من أقصى جنوب البلاد وكذلك جنوب شرق البلاد ستشهد درجة الحرارة ارتفاع ملموس سيبتداء من يوم غد السبت وكذلك يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثة بحول الله عند الارتفاع سيشمل ابتداء من يوم غد السبت بحول الله جنوب شرق البلاد وكذلك المناطق الداخلية لأقالي من الجنوبية وستمتد هذه الحرارة ابتداء من يوم الأحد والإثنين لتشمل كذلك المناطق الداخلية لشمال ووسط البلاد خاصة السهول الداخلية لكل مناطق الداخلية لكل منسوس، سهول تادلة، الحوز، الرحمنا، الشياض ما، هضب الفوسفات، صيدس وكذلك حتى تشمل المناطق الداخلية للغرب اللوكوس وكذلك بالإضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد بالنسبة لدرجة الحرارة ستروح العموم ما بين 40 إلى 45 درجة في أقصى جنوب البلاد وجنوب شرق البلاد والمناطق الداخلية الأقالي من الجنوبية وبين 35 إلى 40 درجة في المناطق السيس، سهول الداخلية لشمال ووسط البلاد خصوصا السهول تادلة، الحوز، تنسيف، ترحمنا كذلك الهضب الفوسفات والماس بالإضافة إلى المناطق الداخلية لسوس وكذلك جنوب شرق البلاد وكذلك شمال الأقالي من الجنوبية وتتروح كذلك ما بين 28 إلى 35 درجة خصوصا في السواحل الأطلسية الشمالية وكذلك المناطق الشرقية للبلاد وكذلك شمال غرب أقالي من الجنوبية ويوم التلتاء بحولها ستنحصر هذه الحرارة في بعض المناطق الداخلية لشمال ووسط البلاد وابتداء من يوم الأربعاء بحولها ستعرف درجة الحرارة انخفاض تدريجي بحول الله